وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود توفير المناخ الدعم لقطاع صناعات الوطنية السقيلة في مقدمتها صناعة الحديد والصلب أخذا في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية فضلا عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع عدد من المسؤولين لمتابعة مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الاجتماع الشهد استعراد جهود العمل على تعميق تصنيع المحلي في هذا الصدد وتعزيز القدرات التنفسية والتصديرية وتذليل المعاوقات اللوجستية ذات الصلة